نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات نبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من الملف الروسي حيث أكد البيت الأبيض أنه ليس لواشنطن حتى الآن أي دليل قاطع بشأن ادعاءات تعرض الكريملين إلى هجوم بطائرات مسيرة ذلك بعد اتهام الرئاسة الروسية الخميسة الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيرتين مبنى الكريملين في موسكو الكريملين ذكر أن الرد على محاولة الهجوم بمسيرات عليه سيكون مدروسا ومتوازنا ويتماشى مع مصالح روسيا فإلى ما تسعى روسيا من خلال الاتهام واشنطن وأي مصداقية الاتهاماتها في ظل غياب أي دليل وهل هي محاولة لتشجيش الرأي العام الروسي بعد أكثر من عام على الإخفاقات الميدانية للجيش الروسي وما مصداقية مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل بشأن الهجوم على الكريملين والتي أثارت موجة تشكيك بعد أكثر من 24 ساعة على حصولها يبدو أن حادثة المسيرة فوق الكريملين لن تحمل التصعيد الذي يتوقعه كثيرونه وذلك بعدما قال المتحدث باسم الكريملين أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أو عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي ولا سيفرض تغييرا بوتيرة ما تصفه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا غير أن هذا الموقف التخفيفي تزامن مع اتهام مباشر من الكريملين لواشنطن بالوقوف خلف ما جرى حيث اعتبر بيسكوف أنه من المهم جدا أن تدرك واشنطن خطورة تتخولها المباشر في الصراع ومشيرا إلى أن كياف تنفذ القرارات العسكرية التي تتخذ في واشنطن هذا الاتهام رد عليه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كوربي الذي وصف بيسكوف بالكذاب مؤكدا زيفل الدعاءات الروسية ببساطة وإيجاز أقول لك أن ديمتري بيسكوف يكذب في الدعاءاته أطمئنك أن الولايات المتحدة لم تتدخن فيما حصل فوق الكريملين أي كان والأمر لا يعنينا كذلك دعني أكون واضحا إن الولايات المتحدة لا تشجع كييف ولا تمكنها بأي طريقة من مهاجمة أهداف خارج حدودها فلنكن واضحين بشأن ذلك في هذا الوقت طالب الرئيس الأوكراني من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها لبلاده على المعتدي أن يشعر بالقوة الكاملة للعدالة ومسؤوليتنا التاريخية هي جعل العقاب على العدوان حتميا لمنع الاعتداء على دولتنا وعلى دول أخرى هناك مؤسسة واحدة قادرة على الاستجابة لجريمة العدوان وهي المحكمة نريد جميعا أن نرى فلاديمير مختلفا هنا في لاهاي ذلك الذي يستحق أن يحاكم هنا لأعماله الإجرامية في عاصمة القانون الدولي أنا واثق من حصول ذلك عندما ننتصر وعلى خط سير التطورات العسكرية قال حاكم إقليم خرصون أن أكثر من 23 مدنيا قتلوا وأصيب العشرات خلال الساعات الماضية جراء القصف الروسي على مدينة خرصون والمناطق المجاورة هذا ودوت صفرات الإنذار في الساعات الأولى الخميس في العاصمة كياف ومقاطعتي سومي وتشرنيكيف شمال البلاد للتنبيه من قصف صاروخي استهدفها بالإضافة إلى مدينتي أودسا وزابوريجيا في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية إسقاط 18 طائرة مسيرة من أصل 24 أطلقها الروس في أرجاء مختلفة من البلاد ليل الأربعاء الخميس كما أعلن الجيش الأوكراني أن قواته تخوض معارك عنيفة في بلدة ستاري ميخالفة المتاخمة لبدينة مارينكا في الدومباس في محاولة لدفع القوات الروسية للانسحاب من النقاط التي تسيطر عليها في المنطقة وأمام هذه تطورات أعرب يفجيني بريغوغين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية على اعتقاده بأن الهجوم المضاد الأوكراني المنتظر قد بدأ بالفعل مستشهدا بارتفاع النشاط العسكري الأوكراني على طول الجبهة الشرقية بحسب قوله ينضم إلينا لنقاش هذا الموضوع من واشنطن فريد فلايدز نائب ورئيس مركز الأمن الأمريكي وعلى أمل أن ينضم إلينا بين لحظة وأخرى من موسكو الأكاديمي والبحث السياسي مراد ستيكزادة مرحبا بك ضيفي الكريم من واشنطن سيد فلايدز ما الذي تريده روسيا من خلال قصة الهجوم على الكريملين نعم يسرني أن نكون معكم نحن رأينا اتهمات كثيرة من قبل المسؤولين الروس في الساعات الأربعة وعشرين إلى الستة وثلاثين الماضية تلوم ليس فقط أوكراني عن هذا الهجوم ولكن تقول إن أمريكا كانت خلف الهجوم وتدعمهم أوكرانيا لديها إمكانيات لإرسال مسيرات إلى هذه المسافة ولكن هذا الهجوم لن يؤثر كثيرا على الكريملين وفرص قتل الرئيس بوتين ضئيلة للغاية وهو لو حصل من قبل أوكرانيا يكون متهورا إلى حد كبير أعتقد أن روسيا هي المسؤولة عن هذا الهجوم وذلك فقط لتجيش الرأي العام الروسي أنا لا أتفق مع الرئيس بايدن على أمور كثيرة ولكنني أثق أنني أتفق معه أننا لا نريد أن تهاجم أوكرانيا روسيا وأن تحاول أن تغتال أي شخص بايدن لا يريد تصعيدا وأن نقول أن إدارة بايدن مسؤولة بأي طريقة عن هذا الأمر أمر سخيف سيد مراد ضيفي من موسكو هل تبحث موسكو عن حجة؟ أي حجة لتوجيه الاتهام إلى الغرب بعد أن أعياها أن تحقق شيئا يذكر في الميدان الأوكراني؟ نعم شكرا لسؤال عندما نتكلم عن الوضع الحالي نعرف أن بعض الخبراء والزملاء من الغرب يقولون أن السلطات الروسية مسؤولة عما حصل ولكنني أعيش في موسكو ونعرف أن غالبية الناس الآن في حالة هلع لأنهم يعتبرون الهجوم على الكرملين وليس فقط على الكرملين لأن هذا هجوم من بين هجوم عدة هجومات بالمسيرات وغالبيات الروس يخشون تداعيات هذه الحرب ويردون حلا في أقرب وقت ممكن وأعتقد أن ما حصل هو جزء من الهجوم المضاد الأوكراني وهو جزء من الحرب النفسية ربما تقول واشنطن أن ليس هناك من محاولات اغتيال ولكن كانت هناك اغتيالات سابقة كذلك زوجنا على سبيل المثال أعتقد أن هذا هو جزء من خطة أوكرانيا للهجوم المضاد من جهة أخرى علينا أن نفهم أن السلطات الروسية والكرملين مستعدون الآن لأي مفاوضات سلام لأن الحرب ليست حربا بين روسيا وأوكرانيا بل هي حرب بالوكالة بين روسيا والدول الغربية التي تدعم أوكرانيا عبر إرسال الأسلحة وإرسال الميليشيات لكن قبل ذلك روسيا هي من بدأ روسيا هي من أدخلت قواتها على أرض دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة بدون سابق اندار ودخلت واحتلت جزءا منها على كل حال سأعود إليك سيد مراد داني أسأل هنا سيد فريد هل برأيك هناك مصداقية أليس من الممكن أن تقوم فعلا كييف باستهداف الكرملين سواء نسقت مع الغرب أم لم تنسق أن تقوم باستهداف الكرملين لأنها في الأخير في معركة مع روسيا وهذا يمثل رمزيا على الأقل رأس النظام في روسيا أنا أعتقد أنه من غير المحتمل أن تقوم الحكومة الأوكرانية بذلك يمكنها ذلك لديها القدرات والمسيارات التي يمكنها أن تقطع هذه المسافة وصولا إلى موسكو ولكن هكذا هجوم يكون متهورا وغير منطقي ومن غير المحتمل أن يكون لديه أي تداعيات أو أضرار في الواقع أو أن يؤدي إلى قتل الرئيس بوتين لو كانت هناك محاولة اغتيال لن توجه العملية إلى مبنى لا يوجد فيه الرئيس الروسي أن نتكلم ربما عن عمل قام به بعض المتمردين أو أنها عملية مفتعلة من قبل السلطات الروسية لتعزيز دعم الشعب الروسي للسلطات لا أعتقد أن هذا الهجوم من قبل زيلنسكي لا أعتقد أن زيلنسكي يمكنه أن يقوم بعمل متهور من هذا النوع سيد مراد أين الدليل إذا كانت فعلا أوكرانيا وإذا كانت فعلا الغرب فأين الدليل على أنها أوكرانيا وعلى أنه الغرب وهل اغتيال بوتين بهذه البساطة حتى تأتي درون من خارج الحدود على افتراض أنها أتت من خارج الحدود وتستهدف قلب موسكو وفق بعض التحقيقات الأولية المسيرة لم تطلق من الحدود بل من منطقة قريبة من وسط موسكو هذا أولا وثانيا علينا أن نفهم أن الفكرة ليست بالضرورة اغتيال بوتين بل خلق شعور بالهلع لدى الشعب الروسي وأعتقد أن هذا ما حصل برأيي هل تتفق معي سيد مراد على أن هذا الشعور بالهلع يخدم بوتين الآن أكثر مما يخدم أوكرانيا أو يخدم الغرب لأنه يبرر طول أمد هذه الحرب ويبرر استمرار العمليات العسكرية وإرسال المزيد من الجنود وإنفاق الكثير من الأموال والمضي قدما في نفس المسار نعم هذا ربما منظور مقبول وكذلك عندما نسأل عن اتهام الغرب علينا أن نفهم أن روسيا تعتبر أن هذه الهجومات تحصل بدعم غربي هذا لا يعني بالضرورة أن أمريكا تحديدا أو دولة غربية أخرى تحديدا أيضا قامت بالتخطيط لهذه العملية ولكن هذه الدول تدعم نظام كييف والرئيس زيلنسكي وجيشه ويدعمون ما يقوم به هذا الجيش والأمر ينسحب أيضا على الهجوم على أجسر في شبه جزيرة القرم هم يدعمون ما تقوم به أوكرانيا وبالتالي هي حرب الوكالة تقوم بها الدول الغربية عبر أوكرانيا في وسائل الإعلام الروسية الآن نقرأ أن وفق التحقيقات الأولية للاستخبارات الروسية يبدو أن هناك مواطنين أوكرانيين مسؤولين عن هذا الهجوم سيد فلايدز يعني مراقبة واشنطن لهذه المسألة برمتها والتشكيك في الرواية الروسية عدم تصديق أي شيء صادر عن موسكو إلى أي حد بإمكانه أن يعبر عن أن ما حدث كله لم يكن فعلا كما تصفه موسكو ولا يقترب من ذلك بناء على معلومات لدى واشنطن نحن رأينا الكثير من الأخبار المزيفة والتضليل من قبل روسيا في إطار هذه الحرب هذا الاشتياح الوحشي ونفهم ما قاله الوزير بلينكن عندما قال إننا نشكك بالمزاعم الروسية كما يقال بالأمريكية لا نأخذها على محمل الجد وطبعا هذا التطور غريب للغاية أن تقوم أوكرانيا بإرسال هذه المسيرة التي تتمكن من اختراق دفاعات الجوية الروسية وصولا إلى الكرملين أمريكا لا تأخذ ما تقوله روسيا على محمل الجد فيك هكذا حالت ما الذي سيد فلايدز ما الذي ينبني على تأكيد موسكو أو اعتقادها أو سعيها إلى الاعتقاد بأن الغرب وواشنطن على وجه التحديد هي التي أعطت الأمر باستهداف الكرملين لنفترض بأنها انطلقت من هذا المبدأ ما الذي سيحدث تاليا ما الذي تريد الوصول إليه أعتقد هناك نقطتان أولا كما سبق وقلت روسيا تريد أن تحصل على دعم الشعب الروسي للحرب في أوكرانيا لأن الأداء الروسي سيء حتى الآن وثانيا ربما تتمنى روسيا أن تصدق بعض الدول القصة التي تقول إن أمريكا كانت خلف محاولة لمهاجمة الكرملين أو لاغتيال بوتين ربما البعض في العالم يصدقون هذه القصة الغالبية لن تصدق لأن الحادثة تبدو سخيفة وأعتقد أن الكثيرين يعرفون أن جو بايدن لا يريد أن تتخطى هذه الحرب الحدود الحالية إدارة الرئيس بايدن لما كانت لتوغفق على هكذا عملية ولو علمت بها وتقوم بها الحكومة الأوكرانية لمنعتها فريد فلايدز من واشنطن ومراد سديغزادة من موسكو شكرا جزيلا لكم منذ أعلنت موسكو عما تصفه بهجوم الطائرتين المسيرتين على الكرملين امتنعت السلطات الروسية عن تقديم أي معلومات تتخطى تلك المتعلقة بانفجار مسيرة أولى فوق قبة مجلس الشيوخ وسقوط أخرى في باحة الكرملين هذا الصمت الرسمي يقود إلى سيناريوهات كثيرة عما جرى أولها ما قيل عن إطلاق المسيرتين من داخل الأراضي الأوكرانية وفي عملية حسابية بسيطة يتبين أن أقرب نقطة يسيطر عليها الأوكرانيون على حدود بلادهم مع روسيا تبلغ نحو 500 كم وهي منطقة سومي في الشمال الأوكراني باتجاه الحدود الروسية هذا الأمر يقول خبراء عسكريون أنه مستحيل نظرا لنوعية الطائرتين التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة وحجم الانفجار الذي خلفته ما يدل على أنهما طائرتين صغيرتين غير قادرتين على التحليق لمثل هذه المسافة أما السيناريو الثاني فيقول بنجاح عناصر استخبارية أوكرانية في إدخال الطائرتين إلى موسكو ومن ثم تفخيخهما والتحليق بهما في أجواء الكرملن التي يمنع فيها تحليق الطائرات المسيرة عادة أما إذا كان هذا فعلا ما جرى فقد يقود حسب خبراء إلى الاعتقاد بأن التحكم بالطائرتين جرى على بعد قطر لا يتخطى 70 كم دائريا حول الكرملن هذا السيناريو يشي بنوعية متدنية للطائرتين المسيرتين حيث وصفهما المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بالرخيصتين التي يمكن شراؤهما من محلات راديو شاك للأجهزة الإلكترونية ما يعزز الأسئلة التي تشكك بالرواية الروسية من أساسها ينضم لينا من واشنطن ديفيد ديروش الخبير في شؤون العسكرية وأستاذ في جامعة الدفاع الوطني مرحبا بك سيد ديروش ما الذي رأيته في هذه الفيديوهات المتداولة للطائرتين المسيرتين هل هي طائرات مسيرة من النوع الذي يمكن أن يموجهها فعلا للتفخيخ والاغتيال أم نتحدث عن طائرات مسيرة التي يملكها المراهقون نعم أيات مسيرة يمكن أن تستعمل لهكذا هجوم إن كانت دقيقة ويمكن أن تحمل متفجرات ولكن كما يبدو مما رأيناه لا يبدو أن هذه المسيرات كانت كبيرة لدرجة أنها تحلق لمسافة طويلة وفق الانفجار الذي رأيناه يبدو أن هناك مسيرة صغيرة وبالتالي أيضا أنها أطلقت من داخل روسيا والسؤال يبقى إن كانت أوكرانيا مسؤولة عن إطلاقها أو القوات الروسية أو بعض المتمردين داخل روسيا ولكن مجددا لا أعتقد أننا نتكلم عن مسيرات كبيرة وطويلة النطاق هل من السهولة بمكان أن تستخدم طائرات مثل التي رأيتم في الفيديو في عملية مثل هذه في منطقة حساسة في وسط موسكو تمنع فيها الطائرات المسيرة وفي ظرف كالظرف الحالي هذا سؤال جيد علينا أن نطرح السؤال مثلا في موسكو علينا أن نكون حذرين باستمرار هذا الهجوم حصل ليلا وطبعا هناك تجهيزا أو جهوزية دائمة لمواجهة أي مخاطر بما فيها المسيرات التي تحلق على ارتفاع محدود وبالتالي ربما يمكن أن يمر وأن يختارق الدفاعات رأينا أيضا ما حصل في الجسر كان هناك تطقيق بالشاحنات ولكن في نهاية المطاف حصل التفجير ربما أن الدفاعات لم تكن حذرة بما فيه الكفاية هل وجدتم أن رد الفعل من قبل الشخصين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو كان طبيعيا نعم رأينا هجوم ولكن ليس لدينا المعلومات الكافية أولا في هكذا هجومات السؤال الأساسي يتعلق بالمبرر الهجومات السابقة داخل روسيا كانت أوكرانيا تقول أن ربما روسيا لم تكن حذرة أو كان هناك من يدخن أو غيره ولكن هنا أوكرانيا كانت جازمة أنها غير مسؤولة عن هذا الهجوم مجددا نبحث عن المبرر وروسيا لديها سوابقا في القيام باختلاق العمليات المختلفة لاستغلالها هناك أيضا أشخاص داخل روسيا لا يريدون أن يخوضوا هذه الحرب أو أن يجندوا قد يكون هناك متمردون السيد فلايتس على سبيل المثال قال إن المبرر الأقوى هو المبرر الروسي أن تقول روسيا للشعب الروسي إننا نخوض حربا مع حلف شمال الأطلسي ومع أمريكا وكل هذه الدول الغربية برأيك وبناء على تجرباتكم العسكرية منطقة مثل الكريملين في وسط موسكو والعاصمة موسكو كلها لا يفترض أنها مهيئة ومعدة بما يكفي أنا أريد أن أذهب معك أبعد في افتراض السيناريو الذي تقدمه موسكو مهيئة بما يكفي بحيث أنه لا يمكن لطائرة مسيرة ولا لغيرها أن تعبر من أي أجواء أو ترتفع في السماء دون أن ترى وتراقب نعم قد تعتقد ذلك ولكن حتى في أيام الحرب الباردة ألمانيا تمكنت من التحليق بطائرة فوق روسيا والطائرة حطت في الساحة الحمراء المشكلة هي أن هناك تراخي بعض الشيء في أماكن كموسكو وهي مدينة كبيرة لا يمكن استعمال بعض الأدوات التي تؤثر على المسيرات لأنها تؤثر على الهواتف النقال أيضا أحيانا هناك تراخي أحيانا هناك فجوات وأحيانا هو من الأسهل أن نقوم بهجوم من هذا النوع في مدينة كبيرة بدلا من أن نقوم بذلك في مكان نائم مما رأيتم في الفيديو هل تم تفجيرها عن بعد من مرسليها هذه الطائرات المسيرة أم أسقطت ولذلك انفجرت على بعد متر أو مترين من قبة مجلس الشيوخ لا أعتقد أن أحد يمكنه أن يسقط المسيرة على مقربة من القبة كانت قريبة جدا أنا لو كنت أدافع عن القبة وأرى هذه المسيرة ربما أقول لا تطلقوا النار لأنكم قد تؤثروا أكثر إن انفجرت المسيرة فوق القبة إلى أي درجة نحن نتحدث عن خطر محدق بدخول الصراع أو الغزو الروسي لأوكرانيا دخوله هذه المرحلة من الاتهام باستخدام درون في استهداف وسط موسكو يعني ما الذي قد ينبني على ذلك من أحداث مشابهة في المستقبل القريب سواء من قبل موسكو تجاه أوكرانيا أو من قبل طرف مجهول قد يكون موسكو قد يكون كييف أو طرف آخر ضد موسكو نعم ما نراه هنا هو إمكانية هجوم ضد البنى التحتية والروس يعتبرون أنهم في مأمن الآن عن هذه الهجومات وبالتالي هكذا هجوم هو مقلق ربما الآن تم الانتقال برأي الشعب الروسي من عملية عسكرية خاصة إلى حرب وقد يؤدي ذلك أيضاً بأوكرانيا لأن تقول إن الدولة الروسية اختارت الحرب من دون سبب ضد أوكرانيا وهي بالتالي الآن تضع أمنى الشعب الروسي في خطر علينا هنا أن ننتظر ونتكهن مجدداً هناك مبررات لدى كل الجهات ولكن المبرر الروسي هو الأقوى ولذلك ربما الواقع هو أن روسيا هي التي قامت بهذا الهجوم من واشنطن ديفيد دروش شكراً جزيلا لك